بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله طيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أكبر مرجع في مطلع القرن العشرين أكبر مرجع شيئي وهو الآخند الخراساني الذي قاد ثورة ضد شاه مظفر الدين الذي انقلب على الدستور هذا الدستور الإيراني الذي أكره سنة 1906 الشيخ الآخند الخراساني كان مرجعا كبيرا في النجف الأشرف في الحوزة في النجف ومن النجف قاد حركة المشروطة المشروطة التي كانت تعني تقييد الملوك بمجلس شورى أو برلمان مثلا في مقابل حركة المستبدع التي كانت تنادي وتطالب بالاستبداد وعلى رأسها علماء أيضا مشايخ مثل فضل الله نوري الشيخ فضل الله نوري الذي أعدم فيما بعد وتحالف مع مظفر الدين وانقلب على الدستور وألغى الدستور وقصف البرلمان في ميدان سمو تبخون الآن في قلب تهران كان هناك يعني قصفوا البرلمان وقتلوا بعضهم وثم الشيخ الآخند الخراساني كان في النجف فاستنكر هذا الانقلاب ودعا إلى ثورة شعبية ضد مظفر الدين وهذه الثورة الشعبية نجحت بعد سنة تقريبا بإسقاط هذا الملك وتعين ابن أحمد في مكانه والشيخ طبعا في الأثناء كان هو متوجه بعدما وجه رسائل تهديد إلى هذا الملك وقال سوف أسقطك وسوف أقتلك وسوف كذا وتحرك من النجف إلى إيران حتى يحقق هذا الهدف توفي في الطريق أو قتل في الطريق سم مثلا وكان له تلميذ اسمه الشيخ محمد حسين النائيني الذي كتب وعرف بكتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة ودعا فيه إلى الديمقراطية ونظر إلى الديمقراطية أن الديمقراطية لا تخالف الإسلام وهذه تعتمد أمدأ الأكثرية لأن كان في معارضة من قبل رجال الدين بعض رجال الدين في الحقيقة كان فيه انقسام بين مشروطة ومستبدة هناك كاتب حديث نشر كتابا حول هذه الأحداث وذكر فيه رسالة وجهها الشيخ الأخند الخراساني إلى تلميذه الشيخ النائيني والرسالة هي مهمة جدا ووثيقة بها حقيقة تعتبر حول أضرار الحكومة الإسلامية وسوف أقرأ عليكم هذه الرسالة فيها عشر مخاوف يعني هو يذكرها أنه لذلك لازم نبتعد أساسا إحنا في الإسلام ما عدنا كلام حول الحكومة الإسلامية يعني عندما نقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يوجد كلام حول الدولة وإقامة الدولة والدولة هي مثلا لها صفة دينية ولا هناك إشارة إلى وجود خليفة أو إمام يعين من قبل الله وعنده صفة دينية هو يحكم بإسم الله تعالى لا خليفة ولا إمام هذا كل نظريات ابتدعت في القرون اللاحقة في القرن الثاني للهجري مثلا والثالث وبعده فالقرآن يأمرنا بالقصط والعدل والأمر المعروف أنه يعني منكر عندما نقرأ آيات كثيرة في القرآن مثلا هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصط أنتم مهم تكونون تأدلون وتكونون بالقصط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين فإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا آيات أخرى تحثوا على الأمر المعروف أنه على المنكر وقول الحق والحكم بالعدل والقصط والحق فالمهم المضمون وليس الشكل يجيك واحد يقول لك أنا خليفة معين أنا من الله تعالى وعندي مكان شرعي مكان ديني أو أنا إمام معين من قبل الله وبالتالي أنا مثل النبي وما أحد من يقدر يعارضني أو يعترض علي أو مثلا يختلف معايا وهذا يؤدي إلى الدكتاتورية لذلك الله سبحانه وتعالى لم يتحدث عن الحكومة والحاكم والإمام والمسائل الدستورية التي تركها للناس لكي هم الناس في كل بلد في كل زمان في كل مكان هم يكتبوا الدستور اللي يناسبهم ولكن إحنا قدنا شيء تاريخي صعير قدنا موجود قدنا شيء اسمه المرجعية الدينية أو المفتين أو العلماء مثلا سابقا ما كانوا يتميزون بأزياءهم كانوا يتميزون بألمهم هذا عالم ناس كلهم كانوا معممين وكلهم كانوا نفسهم زي يلبسوا ما في فرق هذا مثلا عالم ولا هذا معالم من زيه نكتشف ما كان هناك زي ديني خاص ولكن عندما من 100 سنة تقريبا الناس بدأوا يرتدون زي الغربي الأوروبي الجاكيت والبنطلون فبقوا الناس المختصين بالدين مختصين على متمسكين بزيهم بالعمامة أو الصايا أو العباءة أو كذا وفي بعض البلاد مثلا الغطرة فقط يرتدونها حتى يكونوا احنا مثلا نمثل الدين هذا ما موجود بعدين أدنى مسألة تدخل رجال الدين في السياسة هذا أيضا ما يكون شيء اسم رجال الدين أدنى بالإسلام لا أئمة ولا خلفاء ولا شيء اسم رجال الدين هم احتكرون الكلام بالدين وبالتالي يحكمون باسم الدين ولكن في المجتمع الشيعي في التاريخ الشيعي حدث أنه علماء المراجع اللي قالوا أنه نحن مراجع وفقهاء ونحن نواب الإمام المهدي اكتسبوا فرصصفة دينية صفة إلهية مربوطين بالإمام فرضية طبعا هذه فرضية أنهم نواب الإمام وهم الحكام الشرعيون وفرضية الإمام المهدي هو فرضية الإمام الثاني عشر محمد بن حسن عسكري ولم يولد ولم يوجد ليس له أي أثر في التاريخ وفي الحياة ولكنه فرضية افترضها بعض الناس الذين كانوا يؤمنون بنظرية الإمامها وثم وصلت نظريتهم إلى طريق مزدود بوفاة الحسن العسكري دون خلف ودون إشارة إلى ولد ودون أي حديث عن الإمامة حتى لم يقل ما هو مصير الإمامة فوقع الشيعة في حيرة وافترض بعض الناس وجود ولد له وتعجروا بهذا القصة ثم بعد ألف سنة صارت فكرة أو فرضية النيابة العامة وأن الفقهاء هم مثلا أتوم ولاية الفقهة أن هم يتولون السلطة ويحكمون ويدخلون فصار هناك تيارين الشيخ الأخند الخراساني كان يدعو إلى الديمقراطية يدعو إلى الشورى يدعو إلى المشروطة ولكنه كان يحذر تلاميذته من تولي الحكم أو إقامة حكم إسلامي يعني يعني باسم الإسلام قال لهم أنتوا خلوكم كمعارضة كمرشدين موجهين تنتقدون الباطل تنتقدون الظلم ولأن الحكومة إذا دخلتوا بها الحكومة بها فساد وفيها رشوة وفيها غش وفيها كذب وفيها أشياء كثيرة فلا تلوثون سمعتكم لأن الناس سوف يرتدون إذا تدوا عن هذه الحكومة اللي أنتوا مسيطرين عليها يرتدون عن الدين أيضا مو فقط عن الحكومة وعن المرجعية فخل المرجعية بعيدة طبعا كما قلت لكم لا يجب في الإسلام شيء اسمه مرجعية دينية هذه عادات وتقاليد تكونت مع الزمن وصارت أدنى فقهاء أدنى فقهاء مثلا إذا كانوا يفقهون بالدين وكثير من الفقهاء أو المرجع حتى هم في الحقيقة لا يفقهون شيئا من الدين بالعاكس مؤمنين بالخرافات والأساطير والكفريات والشركيات والغلو والشياء بعيدة عن الدين ويسمون نفسهم مرجع ويقولون لازم نحكم بقية الناس هناك استغلال خطر استغلال المعممين زي مون فقط أبناء المعممين أبناء أبناءهم أيضا يجي يقول لك أنا أبويا كان كذا مرجع فأذن أنا لازم أحكمكم أنا لازم أقودكم أنا لازم أسيطر أنا أمثل الحوزة أنا أمثل الدين هذا كل ما موجود هذا يؤدي إلى الدكتاتورية وفي ناس متملقين حولهم يصيرون ناس يعني مستفيدين فيسرقون ينهبون يقتلون يعذبون يفعلون كل المنكرات وتصير برأس المعمم رجل الدين المرجع وبالتالي هذا الشيخ كان الشيخ الأخندرخ راساني المرجع الكبير في مطع القرن العشرين كان يخشى ويحذر من هذا المصير فالمؤلف اسمه أكبر سبوت مؤلف كتاب عن آراء الأخندرخ راساني وطلابه الفصل الأول صفحة 18 فصاعدا فيه عند رسالة يذكرها وثيقة هذه بالحقيقة إلى تلميذه الأخندرخ راساني ماذا يقول فيها يقول أنه أضرار الحكومة الإسلامية بين قوسين هي ما كفي شي يسمعه يصير لا إسلامية أحيانا واحد يرفع الشعار الإسلام هو ضد الإسلام يرفع الشعار الديمقراطية هو ضد الديمقراطية يرفع الشعار مثلا التوحيد هو ضد التوحيد فيقول هذه الملاحظات أولا إذا أنت دخلتوا يا رجال الدين يا معممين في هذه الحكومة يتم تسجيع إذا أقمتم حكومة باسم الإسلام يتم تسجيع الديانات الأخرى على تكوين متعصبين دينيين ويتبع ذلك سراع ديني ونفس الشيء بالمذاهب إذا صار مذهب أقام حكومة مذهبية معينة المذاهب الأخرى سوف تتحدى ويكون سراع طائفي ومذهبي هذا من عندي أضافة اثنين عندما يصل رجال الدين قلت لكم هذا مصطلح لا يوجد في الإسلام شيء اسمه رجال دين ليس فقط المصطلح حتى المفهوم لا يوجد كل الناس هم رجال دين أولا ما عدنا أهم يقول هذا الكلام يقول عندما يصل رجال الدين إلى السلطة لا يعودون قادرين على رؤية عيوبهم فيقومون بتبريرها وتجاهل الفساد يغطون ما يصير هذا العالم ما يخطأ هذا مثل المعصوم يصير ما يرجع يخطأ يرتكب أعمال مصححة بس الناس لأنه هذا معمم ولأنه اسمه مرجع ولأنه اسمه رجل دين كل شيء يطلع من عنده صحيح وهو يقوم يبرر نفسه كل أعمال الفاسدة اللي يقوم بها أو المواقف الخاطئة الناس بعد ما يقدر ينميزون هو نفسهم رجال الدين اللي يعودون قادرين على رؤية عيوبهم فيقومون بتبريرها وتجاهل الفساد ثلاثة مسئولية رجال الدين هذا كما يقول الشيخ مسئولية رجال الدين هي محاربة الفساد وأما مقاعد الحكام فهي فاسدة دائما وإذا تدخل رجال الدين في السياسة سوف يفقدون هذا الدور دور مكافحة الفساد وهم يفسدون بعدين ويلون ليوم يفسد الملح هم المفروض مثل الملح اللي يقضي على الفساد هم إذا دخل هم راح يفسدون ويفسد الملح يقول ويلون ليوم يفسد الملح كيف نصلح الأمور بعد أربعة الحكومة والسياسة المن وتقنية وتكنولوجيا يعني تقنية ورجال الدين يفقدون تماما هذه المعرفة هو دارس مثلا صلاة وصوم وطهار ونجاس وحيض واستحاض وكذا ما يعرف إدارة الدولة على الأقل حتى الآن يقول سيمكن يجيون بناس آخرين أدهم هالخبرات هذه إن الدخول في هذا المجال السياسي دون معرفة وخبرة وتقنية ودون المرور بمراحلها سيؤدي إلى وصمة عار على رجال الدين خمسة نطمح أن تتبع الحكومة الدين نعمل ونطمح ونأمل أن الحكومة تتبع الدين وإذا تسلمنا الحكومة فسيؤدي ذلك إلى تبعية الدين للسلطة والحكومة الرجل الدين معمم يصير هو الحكومة فبعد هو السلطة يعني الدين يصير دعم لازم يتبع هذا الحاكم الحاكم كل ما يقول هو الدين يصير تنقلب المقاييس والأدوار كما يشير للحديث الشريف الذي يقول إذا رأيتم العلماء على أبواب الأمراء فبئس العلماء وبئس الأمراء يتبعون وإذا رأيتم الأمراء على أبواب العلماء فنعم الأمراء ونعم العلماء يعني في الحقيقة السلطة التنفيذية تتبع السلطة التشرائية مو البرلمان والسلطة التشرائية والعلماء يتبعون الحكومة دائما الحكومة أتهيمن عليهم ستة لأن الناس يعتبروننا هذا ممجود في الثقافة الشعبية الشعية يعتبروننا نواب الإمام المهدي فهم يتوقعون من الحكومة الدينية أن تخلق نفس الظروف نفس الأجواء نفس المستويات وتؤدي نفس المستوى من العدالة يعني فرح يخيب ظنهم بنا شلون لهم نواب الإمام المهدي ويتصرفون هكذا مثلا يسرقون ينهبون يقتلون يعذبون يصير أشياء نتفعل عليهم سبعة بالرغم من أننا لا نملك حتى الآن أي مناصب حكومية يتحدث قبل مئة سنة هناك الكثير من الخلاف بين الأماء وإذا وصلنا إلى السلطة فإن هذا الخلاف سيؤدي إلى تفتيت الدين وخلق مذاهب جديدة وإلحاق الضرر بالدين ثمانية لدينا فقه فقه ألم بالدين بالفقه ألم بالفقه أدنا أو لدينا فقط ألم بالفقه ولأننا فقهاء صالحين مثلا ولو أننا لا نعرف جميع أبواب الفقه إلا أن ذلك لا يعني أننا نعرف جميع العلوم الأخرى كالإدارة مثلا تسعة الحكومات خلال القرون الماضية لم تحفظ الإسلام تأمن كانوا يشيئون للدين وإنما حفظه الألماء والحوزات الدينية كما يقول وهذا أيضا كلام فيه نقاش لأنه أحيانا هم الفقهاء والألماء والحوزات هي التي تشوه الدين تشوه الإسلام بأفكار ونظريات خاطئة منحرفة تنشرها في المجتمع فهذه النقطة لازم نتحفظ عليها عشرة بالرغم من أننا لم نصل بعده إلى الحكم فماذا يفعل الذين حولنا شوفوا يعني الناس اللي حوالينا الحواشي ماذا يفعلون يتملقون ويتاجرون باسمنا ويسرقون ينهبون كل شي يساوون ويل لليوم الذي يتصلوا فيه أيدينا إلى السلطة هذا الحاكم أو المرجع أو الشيخ أو المعمم عنده حواشي وعنده ناس حواليه ويسوي قواعمة انتخابية ويأخذ غرامات من جماعته وفلوس وبعض ذلك يلعبون بالبلد كما يشاءون إن أقاربنا أو الحواشي اللي حولنا سيستغلون الوضع ويجلبون العار إلى المرجعية والدين الإسلامي وسيكتب الناس كل أعمالهم في حسابنا هؤلاء جماعة فلان جماعة المرجع جماعة هالقائد هالزعيم شوفوا جدي يساوون وهذا هو المسؤول فيساعدهم ردد فعل عن الدين إهداعش إن الذين يشتغلون أو يشغلون مناصب حكومية يعتبرون الغش وعدم الدقة والكذب ضرورات أساسية لعملهم ومهنتهم كان أعرفهم زين هذا الشيخ يقول وربما في بعض الأحوال لا يستطيعون تمشية أعمالهم بغير الكذب يضحكون عن الناس ومن المحتمل أنه قد يجوز لهم الكذب بسبب اهتمامات أكثر أهمية أو لويات عندهم مثلا أو لويات مصلحة وطنية كذا يقومون يكذبون وبما أن شغل هذه المناصب يستوجب الكذب سواء في الخير أو الشر الصواب أو الباطل فعلى علماء الدين تجنب هذه المناصب والمواقف لأنهم إذا أرادوا الكذب مثل السياسيين الآخرين حين يرون ذلك مناسبا مثلا فهناك خطران رئيسيان أحدهما هو أن قبح الكذب يختفي شيئا فشيئا في عيونهم إذا كذبوا مرة مرتين ثلاثة بعد يقومون كذبون بشورة مستمرة ويهتز تمسكهم بالصدق في حالات أخرى المفروض في العالم الدين أن يكون ورع متقيد دقيق في كلامه أصلا ما يكذب مثلا هذا يقوم لا يوم يلعب بالدين وهذا وإن كان سيئا للجميع الكذب يعني إلا أنه أسوأ وأخطر بالنسبة لعلماء الدين أنه يفقدون بعد كل ثقة بهم والآخر هو أنه عندما يرى عامة الناس علماء الدين يكذبون في كثير من الحالات حتى لو كانت لديهم أعذار مبررة فإنهم سوف يتصورون بأن علماء الدين لن يتراجعوا عن الكذب في أحوال أخرى مادام طلعت كذبة واحدة من أدهم فكل شيء يمكن يكذبون ذو العلماء حتى في التعاليم الإلهية والمعتقدات الدينية هم دا يضحكون علينا ويعتقدون بأنهم يكذبون ويغطون كذبهم بأعذار واهية ومن ثم فإن خلق مثل هذه الصورة في ذهن الجمهور أمر خطير للغاية وسوف يؤدي في النهاية إلى عدم إيمانهم بأصول الدين وقيمه الأخلاقية هذا موجود في كتاب في موقع تاريخ إيران المعاصر الكتاب اللي هو مؤلف أكبر سبوت آراء الأخندخ راساني وطلابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل ما أنهي بحقيقة أنه أدنى مشكلة الآن أنه بعض معممين أو بعض رجال الدين يعني مثلاً دستور الإيراني الذي النظام الإيراني الذي قام المشروع الذي قدمه الإمام الخميني عند مجيئه إلى إيران من باريس لم يكن يتضمن أنه نظرية ولاية الفقهة لم تكن موجودة فيه والإمام حاول أن يسوي استفتاع على هذا الدستور الذي كتبه وأعتقد حبيبي واحد اسمه حبيبي كان نائب رئيس خاتمي يمكن فترة صار هذا كتب الدستور والإمام يعني وافق عليه وأراد أن يعرض الدستور للاستفتاع وما كان فيه شيء اسمه ولاية الفقهة المرجع شريعة مداري رفض قال لا أول شيء لازم يكون هناك مجلس تأسيسي هم يكتبون الدستور ثم تعرضوه على الاستفتاع لما سووا هذا المجلس حدث فيه نقاش أنه إذن دور المرجع ما هو دور الإمام الخميني أو دور الفقهة أو أي شيء فصار كلام أنه نسوي دولة ديمقراطية مدنية رئيس جمهورية منتخب وبرلمان منتخب وهذا هي الدير الدولة والمرجع يكون مرشد يعني من بعيد ما يدخل في السياسة هذا كان رأي الإمام الخميني عندما قدم دستور عراد أن يقدم دستور للتصويت فحدث خلاف داخل المجلس التأسيسي وكان هناك ناس مثلا حسن آيت أو بهشتي أو شيخ من تظري قالوا لا لازم الولاية الفقيه نحطه بالدستور وثم وضعوا موضع القيادة في الدستور منصب ولي الفقيه وأعطوه قيادة القوات المسلحة وأعطوه أيضا الإشراف على القضاء والإشراف على الإعلام وأيضا التوقيع على انتخاب رئيس الجمهورية فصار نوع من التوفيق بين النظريتين والآن بالحقيقة هو الدستور الإيراني لا يشترط أن يكون القائد مثلا معمما أو يكون مرجعا لا يشترط حتى الإمام في وصيته الأخيرة هذا موجود أنا نقلتها في كتابي الشرعية الدستورية كان يوصي أن يفصل الدولة عن المرجعية المرجعية خليه بمكانها والدولة تأخذ مجراها يعني وإذا رجعنا للدستور ما في شيء اسمه القائد يجب أن يكون مرجعا أو مجتهدا أو فقيها يمكن أي واحد عالم بالسياسة مثل ما السيد علي الخمني حفظه الله كان مثلا هو رئيس جمهورية ولم يكن معروفا بالاجتهاد أو المرجعية ثم أصبح قائدا لإيران بعد ذلك هو اكتسب صفة الاجتهاد وطلع رسالة عملية وإذا ممطل رسالة عملية يعني ينقصه شيء لا ينقصه شيء فممكن مثلا مثل ما صار السيد علي الخامنائي ممكن الشيخ روحاني يمكن أي قائد آخر يصير هو منصب القائد فنرجع إلى المنصب المدني يعني في جوهر النظام الإيراني في الحقيقة أنا لا أريد أن ندافع أو يعني أنا أقول الحقائق أداء أذكرها أنه النظام الإيراني هو الآن ليس نظاما دينيا وليس نظاما في يعني ولاية الفقه في داخل النظام وأنه هو نظام مدني ديمقراطي ولو شعبيا الناس ينظرون إلى المعممين كأنهم نواب الإمام المهدي أو كأنهم مثلا صفة مرجعية أو هاي الصفة التقليدية المبروثة عندنا في نظرة الناس إلى العلماء وللمعممين والمتزيين بهذا الزي نظرة دينية وهذا فيها أضرار طبعا وسيئات وسلبيات نأمل أن يتم تجاوزها ب أساسا لا أدنا شيء يسمى رجال دين ولا أدنا مرجعية في الإسلام مرجعية دينية أدنا فقهاء يفقهون كل واحد في مجاله واحد في الأمور المدنية الشخصية أحوال المدنية يعني واحد في الأمور الاقتصادية يكون مشتهد واحد في الأمور السياسية يكون مشتهد واحد في الأمور العسكرية يكون مشتهد تكون دولة علماء علماء كل واحد في اختصاصه وليس كل واحد يعني يلبس عمامة مثلا يجي يدخل في المجال النووي هذا مو اختصاصة وهكذا فرسالة الشيخ الاخند الخراساني تتفق مع الاتجاه العام الذي يمكن ان يتكرس في المستقبل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته